هناك خشية يبدو إسرائيلية من أن تحرك هذه الجبهة جبهة الجلال لأن هناك أقدمت على بعض الخطوات العسكرية المضاعفة نوعا ما وبالتالي لماذا هذه الخشية خاصة وأن هذه الجبهة كانت بمنأة عن أي مشاركة في الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة ما الذي يجعلها تتحرك اليوم هل يعقل أن إيران حولت أهدافها بعد أن استنزفت كل الساحات ومنطلق أهدافها عسكريا تتجه نحو الجولان أم لا تزال بعيدة عن الحسابات بضبط روسي لا أعتقد أن الضبط الروسي كافي في سوريا ولكن إيران لديها هدفين الهدف الأول هو الاحتفاظ بقدراتها على تمرير الأسلحة والتصنيع وحماية قواتها الموجودة الآن على حدود الجولان وبالمقابل أيضا هناك قضية بأنه مع استنفاذ الوضع في جنوب لبنان تصبح ابقاء الجبهة مشتعلة يتطلب التحرك في الجولان وبذلك بشكل وقائي تقوم إسرائيل بضربات كسيفة غير مسبوقة في الأيام الثلاثة الماضية لعدد من المواقع العسكرية التي يتواجد فيها بعضها له علاقة بالجيش السوري بعضها له علاقة أيضا بمواقع ومقيمات ومعسكرات ونقاط عسكرية لحزب الله والميليشيات الإيرانية في اعتقالي نعم يجب أن نفترض بأن إيران ستحاول أن تخلق أمر واقع في سوريا على الحدود مع إسرائيل في إطار تكريسي وجودها الراهن ترجمة نانسي قنقر